طالما تم الحديث عن الأمراض السيكوماتية أو الأمراض النفسي جسمية وتأثير العضوي عن نفسي والعكس صحيح هذه أمور لابد من أن يمتلك كل فرض جرعة من المعرفة الموثقة والمحالة إلى مراجع حقيقية وليست كثير من المعلومات التي تتناصر على الشبكة العنكبوتية إنما معلومات يقينية أعتقد أن هذه ستمد بقدر من الثقة وهذه مسألة لها علاقة بالمقاومة يعني الجانب المعنوي في المقاومة مهم جدا يعني إذا كانت حتى جنرالات العسكريين منذ أول استراتيجي في التاريخ صنصة الصيني الذي تحدث عن الجانب المعنوي وضروف الحروب بغض النظر عن إمكانيات الأسلحة إذا كانت في الحروب تصنع صنعا مبهرا فما بالنا بمواجهة الأوباء والأمراض ترجمة نانسي قنقر